موسيقى إذن مكملين معكم بآخر جزء بنقاش وحوار قضيتنا لليوم عن موضوع الأقطاء الطبية التجميلية سريعا بدي أنت إليك دكتور قصي لما نحكي أمور تجميلية عم نحكي عن جراحة وعم نحكي عن تقنيات وعم نشوف مع عصر الصورة وجمالية الصورة والذهاب دائما إلى الصورة هاي الكاملة عم بيكون في عنا مرات إعلانات مضللة ومرات أشخاص عم بيروحوا على عدم مختصين عدم الاختصاص بموضوع التجميل أو خلينا نحكي العام المنادي لما يلعب بعقل المشاهد أو المتلقي لها الخدمة الطبية أكيد ما رح تكون لما بحجم أو بجودة لما بدأ روح أنا عند شخص مختص هون المسؤولية أكيد مش على الطبيب صفى عنا المسؤولية على المريض أو اللي بدو يتلقى هاي العناية شو بتحكي لهم؟ عدة أزاء أول شيء مضبوط اللي هي مع الإعلام والفيسبوك والسوشال ميديا اللي هي صار أكتر ممكن نضلل اللي هي المريض لا يأخذ اتجاه اللي هي غلط في عندي أنا اللي هي 12 حالة اللي هي كنت جاي بصورهم لقصاوة المشهد ما قدرنا يعني الصور موجودين بس ما منقدر نعرضهم لأنه هذولا اللي هي 12 صورة لعمليات تجميلية تمت وهي أخطاء طبية من اختصاصات غير جراحة التجميل ومن أطباء غير مرخصين نعم معناته إحنا اللي هي ممكن هذولا اللي هي نقلل نسبة الخطأ اللي هي الطبي عن طريق اللي هي توعية اللي هي المريض لكيف الطريق اللي هي ممكن يبعد عن هذولا اللي هي الغير مرخصين أو اختصاصات أخرى أو من يدعي عشانه في مجموعة من الأطباء وحتى منهم اللي هي عندهم كان اللي هي صور لمشاكل اللي هي يدعو أنهم جراحين تجميل وهم ليسوا بجراحي تجميل هلا واحدة من الخطوات اللي هي اللي بدي أقولها في دور للجمعية الجراحية اللي هي التجميل والترميم الأردنية اللي هي عن طريق اللي هي الموقع الإلكتروني تبعهم وممكن اللي هي كل المواطن اللي هي يروح عليه على الإنترنت ويشوفه حطينا اللي هي أسامي كل الأطباء اللي هي جراحين اللي هي التجميل المعتمدين اللي هي في البلد والمرخصين هم 58 طبيب مش اكتار 58 اللي هي طبيب المعليز شو عنوان الموقع الجمعية هو في عنا احنا صورة لا إله بس اللي هي هو jsprs.net jsprs.net جمعية جراحي تجميل حتى على السوشال ميديا اللي هي نزلنا نفس الشي jsprs اللي هي وهدفه توعوي عشان اللي هي يعرف اللي هي المريض شو هي حدود جراحات التجميل شو التداخلات اللي هي مع اختصاصات أخرى هاي العنوان ظهر على الشاشة يعني من هنا منقدر نتأكد عن بـ 58 اسم أنه احنا عند الشخص المختص المعتمد نعم ومن هيك منكون احنا بعدنا عن نسبة منيعة من الأخطاء وحلينا اللي هي جزء اللي هي منيح منها طيب ناخد احنا هلأ في معانا سؤال سألنا عدة ناس سؤال معين امتى ممكن تلجأ العمليات التجميل او بتروح لعمليات تجميل وهالو مجرى خلينا نشوف شو كانت الإجابات ومنكمل حوارنا مع ضيوفنا برأيك شو السبب اللي ممكن يخليكي إنك تعمل عمليات تجميل؟ هلأ ممكن إنه أتعرض مثلا لحادث لا سمح الله يعني وإنه أضطر إنه أسوي عملية طبية تجميلية مثلا ممكن هذا الإشي ما يخالف أحكام الشريعة فإنه بالنسبة لي حيكون عادي شوي يعني إنه بس إنه ترجيع للإشي الطبيعي اللي كان ممكن مشان عن حادث أو إشي ما عجبني فيه أضبطه يعني أكيد رايكون من حادث أو مثلا نحرق بالوجه أو إشي يعني أثر على وجهي إذا كان فيه تشوه خلقي بزيادة يعني ممكن إن أعمل عمليات تجميل ممكن خلقه رباني ثاني سبب ممكن الواحد يتعرض لحادث أو مثلا لحريقه وكذا بإضطر إنه يعمل أملية تجميل أحد الأسباب هي أكثر من سبب بيكون إنه واحد ممكن يكون يتعرض لحادث تعرب لموقف تعرب لإشي أثر على شكله وعلى خلقته يعني خلته تشعر إنه مختلف عن أقرانه مختلف عن بالجامعة والمدرسة بأي مكان هذا السبب ممكن ما يشوف حل هذا الإشي إلا إنه يتوجه لعملات تجميل هاي السبب سبب ثاني الله سبحانه وتعالي ممكن خلقه على هيئة هو ما بدي إياها يمكن هو بدي يحاول يتشبه بأحد الممثلين يتحاول يتشبه بأحد الفنانين المعروفين مثلا انتقاد الناس لإلي إنه يشوفوا إشي مش حلو فيني فمن كتر مهمة بيحكولي إنه هاد الإشي مش حلو هيك فأنا بروح بضطر إني أعمل عملية تجميل عشان أسكتهم من انتقاداتهم حلا إذا أنت فكرت إنك بدك تعمل عملية تجميل في إشي بتتخوف منه؟ هسه إحنا يعني منشوف على الأخبار وعلى الإنترنت إنه فيه أخطاء بتصير من وراء عمليات تجميل يعني ممكن ما تنجح أو ما تزبط العملية يعني تزبط بس ما يطلع الشكل اللي بدي إيا أنا ممكن إنها ما تزبط فبطلع الشكل مش حلو حلا إذا مثلا بدك تعملي عملية تجميل بتتخوف من إشي؟ هلا هو صراحة من الإبار ومن يعني ما بعرف بخاف إنه مثلا ما يزبط أو إنه يطلع الإشي غلط فهي العملية صراحة مش مؤكدة يعني إجمالاً خطيرة عمليات التجميل يعني ممكن إنه فيه أخصاً بيعملها أكثر من مرة كثير سبب التشوهات زادت بزيادة ما راحت زادت بزيادة عمليات التجميل الإشي الوحيد اللي واحد ممكن نخاف منه هو الأخطاء الطبية وممكن يكون هو متخيل حاله وصير بسورة وبس يعمل عمليه يشوف حاله إنه الهيئة الصحيحة إله اللي الله خلقه تعالى خلق عليها أفضل بكثير إله من هو قاعد بيحاول يعدل فيه ويحاول يغير الهيئة إله يعني ممكنها ما تنجح يمكن الدكتور يطلع ما هو غلط في العملية ما تنجح العملية يمكن أشوفها بزيادة أهلا وسهلا فيكم إحنا متابعين حوارنا مع ضيوفنا عن المسئولية الطبية وأيضاً بلاجراحات التجميل رح يجع عندك أستاذ رياض نوائسة يعني إحنا بنعرف إنه مستوى الطب بالأردن متميز نتباهى بهذه الخدمات ولكن بالتالي يمكن إحنا بحاجة لمساءلة طبية لما تحدثت أنا وحضرتك كنت عم بتقول يمكن لو عنا قانون مسئولية طبية حتى لو هذا المستشفى أو هذا المختبر أو الجهاز التمريضي أعد لو ما طلع بإشي بس أكم من سنة عايش بفوضى بدي خليه يفكر مليون مرة قبل ما ياخد أي إجراء فشو لازم نعمل يعني حالياً واضح من حديثك دكتور إنه قانون المسئولية الطبية ما عنا عم بستعمل القانون المدني مشروع القانون برأيك هو فاشل وضار أكثر من ما هو نافع شو لازم نعمل يعني نحن هلأ بالفقرة الأخيرة شو لازم ينعمل لحتى عن جد يكون عنا قانون مسئولية طبية بنفس مستوى تميز الخدمات الطبية اللي منقدمها بالأردن مشروع القانون المطروح منذ أكثر من 20 عام هو مشروع قاصر قاصر إلى أبعد الحدود يعني لا يفي بالغرض ولا يغير من الأمر شيئاً على الإطلاق أريد أن أعود إلى مسألة تشخيص الخطأ الطبي كما أشار الدكتور قبل قليل نحن يتم تشخيص الخطأ الطبي عن طريق خبرات تنتدبهم المحكمة إما طبيب وأما ثنين وأما ثلاثة وأما خمسة وأما سبعة في أقصى الحالات وربما أدى التسعة إلى آخره الأمر يعود إلى رأي هؤلاء التسعة طباء أو ثلاثة طباء أو طبيب واحد يحكم في هذه المسألة الدعوة عندما تقام يجب أن تقام الدعوة لها أساس أن يكون هناك فعلاً وهو الخطأ الطبي على أن يثبت الخطأ الطبي والشيء الآخر أن يكون هناك نتيجة ضارة نتجة عن هذا الفعل الطبي وأن يكون في رابطة السببية بين الفعل وبين الضرب النقطة الأولى والمرتقز الأساس الذي هو إثبات الخطأ الطبي عندما أضع قضية إثبات الخطأ الطبي رهينة بشخص واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأطباء فأنا لا أكون حكمت الأمر تحكيماً موضوعياً وصادقاً وعادلاً في الدول الأخرى وغالبي الدول العالم هناك بروتوكولات طبية تبين ما هي الأسس العلمية في معالجة كل حال الطبي وما هي المعايير والإجرات التي يجب إتباعها عندئذ عندما نأتي أمام حال معينة نرى ماذا قدم هذا الطبي أو ماذا قدمت هذه الجهة مقدمة الخدمة الطبية ما هي الأعمال التي قامت بها ونقارن هذه مع هذه البروتوكول ومع هذه المعايير ونرى إلى أي درجة هي انحرفت عنها وعندها سيكون لدينا معيار موضوع هو ينطق بنفسه وليس مرهولاً بشخص مع العلم أن الخبراء عندنا وخاصة في الجهة الطبي يتعرضون إلى ضغط كبير يعني الجبال لا تستطيع أن تقاوموا وهذا يجعل من إثبات الخطأ في بلادنا مسألة حسيرة وبالغة الخطورة هذا جانب يتعرضون من ضغطات من الأهل المريض ومن الأطباء هذا يجعل من الضرورة وضع التشريع منطقي وحقيقي وعصري ويأخذ بعين الاعتبار كافة ما يجري في العالم باعتبار نحن نقول ونحن على مستوى المعالي أن لدينا كذا وكذا وكذا فلا يعقل أن يبقى الأمر على ما هو عليه والتشريع هو في مصلحة مقدم الخدمة الطبية طبيباً أو غيره وفي مصلحة المجتمع بالأساس وفي مصلحة الدولة بكامل بنيانها أنا ما أريد أن أقوله حتى نخرج من هذه المراوحة من هذه المراوحة وهذا واسمحوا لي بهذا التعبير التواطع على حساب المجتمع في قصة الرحلة الطويلة لما يسمى مشروع المسؤولية الطبية أقول يجب في البداية أن تعمل الدولة على التوعية فيما يتعلق في أطراف العلاقة الطبية مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة بأن يعرف كل طرف منهم واجباته واجبات المترتب عليه والحقوق التي له ثانياً أن يعمل المشرع سواء كان مجلس نواب أو أعيان أو مجلس الأمة برمته أن يعمل على أخب هذا الموضوع بمنتهى الجدية فمثل هذا الموضوع باعتباره يتعلق بحياة الإنسان وهو أهم شيء الإنسان قبل الأرض هي أهم شيء على هذا المشرع أن يعير هذا الموضوع جل اهتمامه فهو أهم من كثير من القوانين التي ناقشها على مدار أكثر من 30 عام بالآخر هذا حياة شخص إما تعرض إذا لا تشوهم أو انتهت في عام تسعين أو تسعة وثمانين والشيء الآخر في ذات السياق أقول يجب أن تدرس مساقات قانونية لمقدمي الخدمات الطبية حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم في هذا الاتجاه والشيء الرابع أقول يجب أن يوضع نظام علمي وحقيقي ومنطقي فيما يتعلق بالخبرة لتقاسل أخطاء الطبية بمعيار حقيقي وصحي هذا اللي حاليا على الموجود على الأقل يعني يعني إحنا عشان نكون موضوعيين ناقشنا القضية لكن نيجي على أرض الواقع لهلأ كثير أشخاص وأنا منظورهم ما بفهم ليش ما في عنا قانون مسؤولية طبية لما منحكي أنه نعرف إحنا دول حديثة لسه يمكن معنا تشريع قانوني مرات للأسف عم بيكون قاسر لمعالجة القضايا الجديدة لكن عم نحكي عن للأسف مشكل عم بتعرض لها العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم ما عم بيستمروا بحياتهم بشكل كامل وطبيعي لسه قبل ما نحكي عن سياحة علاجية وقبل ما نحكي عن سمعة الأردن في الختام دكتور قصاي سريعا نحكي عن التوصيات نحكي عن دور مرات جمعية المستشفيات جمعية جرحي التجميل وزارة الصحة قديش كلهم لازم يشتغلوا بتكاتف واضح مع وجود قانون هلأ توصياتنا هي بدها لما نحكي بدنا نحكي عن النظام وبدنا نحكي عن اللي هي المواطن مواطن بده يختار اللي هي الطبيب اللي هي المناسب وعطنا اللي هي طريق لا يختاره بالنسبة للجمعية عم نشتغل اللي هي على أنه نحط موافقات للمريض اللي هي على المضاعفات المتوقعة بعد العملية عشان يكون عارف ويكون اللي هي موحد اللي هي للكل اتنين كنقابة ووزارة واللي هي جهات رسمية بدنا وحتى مستشفيات بدنا اللي هي المستشفيات عم بيصير فيها العمليات بدنا اللي هي الأطباء غير الاختصاص أو اللي هي الأطباء اللي هي غير مرخصين ممنوع يشتغلوا هاي واضحة اتنين اللي هي بدنا اللي هي الوزارة واللي هي النقابة اللي هي يسووا رقابة وتنظيم للوائح اللي هي الطبية والمسميات اللي عم نشوفها عشان اللي هي ما ينغشوا اللي هي المريض طبيبنا اللي هي كتير منيح طبنا كتير قوي مستوانا اللي هي لساتنا بالطليعة ورح نضلنا اللي هي بالطليعة بدنا اللي هي شوية تنظيم بس أمورنا اللي هي كتير مليحة يمكن عشان نضل بالطليعة ما ينزل المستوى لازم يكون فيه قانون مسئولية طبية بأعتقد أنه بحمي الطبيب بحمي المواطن بحمي جميع الجهات وبيعطي مصداقية يعني تخيل تكون الأردن مثلا أول دولة عربية عندها قانون مسئولية طبية أدي إحنا منرتقيب ومنسير بنفس مستوى الخدمات الطبية اللي تقدم ومهارة طبعا وخبرة أطباءنا ما رح نكون الأول بس إن شاء الله اللي هي بالنقاشات اللي عام بتسير مع اللي هي المحامين ومع اللي هي النقابة الأطباء إنه نوصل لقانون اللي هي متقدم اللي هي أحسن من اللي هي اللي موجودة أكش الله يكون كل واحد عنده قانون مسئولية الشخصية والإنسانية سواء المريض يعترف أنه عليها المستشفى إذا كان فيه تقسير بالخدمات أو حتى الطبيب هون إحنا شكراً لحضوركم معنا أستاذ رياض والدكتور فصياتكم شكراً للمتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة لا تشوفوا كل شي جديد